من جديد تضرب الأمطار الغزيرة والسيون محافظات العراق فتكشف عن حجم المأساة التي يعيشها العراقيون حيث البنية التحتية المتهالكة والمرافق الخدمية المتردية من السليمانية ونينة وشمالاً مروراً بديالة وواسط وميسان وصولاً إلى البصرة جنوبي البناد أغرقت مياه السيون مئات المنازل وقطعت الطرق وأدت إلى انهيار بعض الجسور بينما عجزت الأجهزة الحكومية كعادتها عن استعاب حجم الكارثة ناهيك عن مواجهتها والتخفيف من آثارها المدمرة ويفاقم من آثار المأساة تكرارها فهيئة الأنواع الجوية حذرت من سيون جديدة قادمة من إيران باتجاه العراق خلال الأيام القليلة المقبلة في المقابل لا تملك الجهات الحكومية إزاء السيون غير إخلاء القرى من سكانها وترك المباني والبيوت خاوية في مواجهة موجات هادرة من المياه في الأغلب قد تخلف دماراً يتشابه مع ما خلفته الحرب في مدن العراق المختلفة وكأن قدر العراقيين أن يشردوا من بيوتهم وقراهم سواء بسبب الحرب أو من جراء انهيار البنية التحتية في دولة تقف في مصاف أكثر الدول إنتاجاً للنفط الشعب العراقي عانى الأمرين حقيقة من نقص كثير من الخدمات أقصد معدها النظام التعليمي والنظام الأمني والنظام الصحي والنظام الغدائي وأيضاً بالنظام الاقتصادي الشامل لا كارباء لا ماء لا صناعة لا تجارة لا تربية لا صحة كل مقاومات حياة لا توجد شكراً غير أن توالي الكوارث والأزمات على الشعب العراقي يكشف عن فساد حكومي تغلغل حتى سيطر على مفاصل الدولة عبر عملية سياسية أسسها الاحتلال الأمريكي واستفاد منها الاحتلال الإيراني ليضمن كل منهما بقاء نفوذه في العراق فساد بقيت معه البنية التحتية دون تحديث يذكر منذ 16 سنة ليصبح العراق السابح فوق بحر من النفط غارقاً في بحر من الفساد السياسي والإهمال الحكومي وليصح العراقيون كل يوم بانتظار كارثة جديدة